موسيقى رحلة الاكتشاف الحقيقية لا تكون بالبحث عن أراضٍ جديدة بل بالحصول على بصائر، رؤى وأحلام جديدة صباح الخير مشاهدينا، بداية جولة صباحية ممتعة، إن شاء الله نستهلها بالعناوين الأطباق العربية، خيار صحي وطعم شهي الكيك بوكسنج من تفريغ الغضب لإنقاس الوزن موسيقى بريق الذهب والمجوهرات في جولة خاصة وحكاية صور لاتباع نظام غذائي سليم ومتوازن أو رغبة في إنقاس الوزن اتجه البعض لتجنب الأكلات العربية التقليدية واستبدالها بصدور الدجاج المشوية والخضار المسلوقة والأرز المبخر ولكن هل بالفعل هذه الخطوة ضرورية للوصول إلى النتائج المرغوبة؟ الإجابة مع الشيف مصطفى عبد المجيد هيا كله ويانا شيف مصطفى أهلا بك إبتحال أهلا بك ومسهل المشاهدين وصباح الخير عليك صباح الخير عليك وعلى الجميع إذن السؤال لشيف مصطفى هل بالضرورة أنه إذا شخص يتبع حمية غذائية صحية يتجه للأطعمة الباهتة والأطعمة اللي فقط مشوية خالية من البهارات وما إلى ذلك؟ وبالطبع لا يعني مش ضروري الموضوع وبينعكس على كده أقرى المثال أنا مثلا أنا بحب كل الأكلات الصراحة الأكلات العربية والغربية وكتير باكل الأكلات العربية طبعا بس أنت فيك ممكن تاكل كل الأكلات حتى لو كانت دسمة بس بكميات بسيطة المطبخ العربي عندنا فعلاً زي ما أنت قلت هو فعلاً غني بالبروتينات والنشويات وغيره 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 بس فينا أن نحن نتبع حمية معينة أو طريقة معينة في الطهي بتختلف عن الطهي التقليدي نستبدلها بأشياء تانية أكيد يعني مو بالضرورة أن نحرم أعمارنا من الطعم والنكهة الشرية نرى بالمرضة نحن ممكن أن نجهز هذه الأطباق التقليدية ولكن بطريقة صحية هذه سويت اليوم وبنشوف أمثلة على هذه الأطباق وننتقل إلى المائدة إذن في هذه المائدة هناك المقبلات وأيضاً الطبق الرئيسي شوف التبولة معروف عن التبولة أنها جداً صحية فشو المختلف اللي أنت قدمت في هذا الطبق؟ نحن كمان نخليها صحية بشكل أحسن أو بشكل بنعملها إضافات جديدة طبعاً دلوقتي الكنوة أو حبوب الكنوة معروفة في العالم ونستعملها في كتير من السلطات فدلوقتي فينا نحن ندخلها في المطبخ العربي وده استبدلت البرغل اللي بيتحط بالتبولة بالكنوة بحيث أنه يعطي قيمة غذائية أكتر وطعم كمان جديد على الفم في بعض الناس ما بتحب البرغل أوكي فيك تستبدله بأشياء تانية نعم وهنا أيضاً يعني استخدمت الحامض وما إلى آخره في التتبير مظبوط أكيد طبعاً هي صحية 100% يعني فيك كمان تستبدلي البقدونس اللي احنا معروف بالتبولة بنبات الكيل مثلاً نعم الكيل فيك أنت تفرومي كمان وتخلطيه مع البقدونس أو تضيف عليها بعض الخضروات التانية مثل ما تحبيه فيك أنت تبتكري في المطبخ على حسب ما أنت بتحبيه وفي الآخر بتكون بعدها اسمها تبولة نعم نفس التببيلة نفس الطعم نفس الشكل بس بأزواق مختلفة إذن في هذه الحالة نحنا ممكن نستبدل البرغل بالكينوة بزبط وأيضاً ممكن نستخدم الكيل بزبط وأيضاً ممكن حتى أصبح نشوف ناس أضيف الجوز على التبولة مزبوط أو الرمان مزبوط الرمان فيك تحطيها يعني حتى لو كلمنا أكثر على الكينوة يعني حتى فيك تستبدليها بالرز يعني حبة تعمل مثلاً محشي ورع عنا فيك تستعمل الكينوة بدل الرز بتكون عاملة محشي وكي الوكبة الدسمة اللي الكل بيعرفها وفي نفس الوقت بتكليها بشكل صحيح طريقة صحية إذن الكينوة ممكن تستبدل أغلب النشويات الموجودة في الأطباق العربية ده صحيح ومن ثم الحمص الحمص من أكثر المقابلات المشهورة مو فقط في العالم العربي وإنما في العالم أكيد وشو سويت مختلف في هذا الطباق؟ هو طبعاً أنا جبت الحمص التقليدي على أساس أن نحنا نحكي أو نفهم أستاذ المشاهدين أن أنت فيك تروح بي الأبعد مدى يعني فيك أنت تضيف عليها مثلا الشمندر أو البنقر بيرو عليه في الدور العربية فيك تضيف عليها الأفوكاتو فيك كمان تخلط البقدونس كمان وتعمليها فيه نبات الكيل كمان فيك كمان تفرمي في الخلاط أو حتى فرمي باليد وتضيفيها عليها بيضيف لك عليها ناكهة وقيمة غزائية أكبر إذا ممكن نقول المقبل هذا الطبق الحمص هو طبق مثالي ما يحتاج إلى تغيير أو تعديل 100% ولكن ممكن نوع أكثر بإضافة مثل ما قلت البقدونس أو الشمندر أو فيك تعمليه أكبر رئيسية كمان يعني فيك أن أنت تعمليه أكبر رئيسية أن أنت تضيفي عليه مزيق من الخضروات كمان ممكن تشوي دقاق أو تشوي الحوم أوكي وتضيفيها عليه بيعطيكي وقبة غزائية متكاملة وزيت الزيتون كمان بيعطي قيمة غزائية أكبر ومصدر غني بالبروتينات صحيح ومن ثم الطبق الرئيسي نشوف المقلوبة طبق المقلوبة بالضبط يعني أنا النهاردة اخترت الطبق المقلوبة بحيث أن أول ما تقول مقلوبة خلاص يعني معناها أن الخضار كله مقلي الدجاج نفسه بيكون دسم بس هنا عملناها بشكل مختلف كتير أولا استعملنا الرز لون الرز هنا مش بس عشان التوابل لا لون الرز هنا كمان جاي من استعملنا الرز الأصمر بدل الرز البسماتي العادي أو حتى الرز المصري اللي بمعروف بالنشويات اللي فيه الأكبر فاستعملناها بالرز البني كمان الخضروات زي ما أنت شايفها حتى البتنجان أو الزهرة أو الجزر أنا زودت خضروات زيادة عليها صراحة نعم نشوف هنا الجزر إضافة يديدة على المقلوبة وأيضا هناك الفلفل الحلو مضبوط يعني حتى لو تشوفي باين على البتنجان في بعض الأجزاء فيه أنه مشوي بحيث أنه ما استعملت أي نوع من أنواع الزيوت حتى الجزر مثلا أو الزهرة فيه جنيتة تسلوئيها هو بتكمل شواها على المشوية بتاخد الطعم وفي نفس الوقت بيكون صحية بدون أي زيوت شو نستبدل السمنة اللي موجودة في الأطباق العربية؟ أوكي بالنسبة للسمنة في بعض الزيوت فعلا الصحية يعني مثلا زيت الزيتون بس زيت الزيتون طبعا أنا كشف ما فيك أن أنت تقلي فيه أو كذا لأنه فعلا بيتحرق بسرعة بس في بعض الزيوت ثانية الصحية مثلا زيت كانولا مثلا أو زيت عباد الشمس أو زيت جوز الهند بالضبط فأنت ما فيك أن نستعمل يعني نستعمل عن كل الزيوت مرة واحدة لا فيك أن أنت تضفيها بس بأشكال مختلفة وأنواع مختلفة بيكون صحية أكثر نعم إذن هي فقط خطوات بسيطة إذا اتبعناها مو بضرورة نحرم أعمارنا من هذه البكات الشهية نعم بالمرة طبعا صحيح؟ شو تنصح المشاهدين فيما يتعلق بالأطباق العربية وتحويلها إلى أطباق صحية؟ أوكي وفينا نحن يعني الأطباق العربية طبعنا معروفة مثلا فيها المشوي كتير في المشويات كتير أوكي فإحنا نتكلم على المشوي معناها أن أنت مشوي على الفحم أو مشوي حتى على الجريل أو حتى بالمئناية في البيت إحنا عندنا الدجاج أو اللحوم فيها شحوم طبيعية وفيها زيوت طبيعية فانت مجرد إذا حطيت بس عليها الملح والبهار وبعد التوابل بسيطة وحطتها دايريكت على الجريل أو على الشواية هي بتطلع الزيوت الطبيعية فبالتالي بتكون أكل صحي نعم في بعض الأكلات المسلوقة فيك كمان تسلؤيها مثلا تسلؤي الدجاج أو اللحمة أو حتى الأسماك وبتضيف النكهة في الماء نفسها فبالتالي ما بيكون مثلا مثل أكل المستشفيات اللي بيكون بس بدون أي طعم أو كذا أو باهة لا التوابل والبهارات العربية عندنا غنية جدا فبتاعت الطعم وفي ناس لأكل أكل صحي نعم إذن نشوف شوف مصطفى إذن تتبع طرق جديدة في تحويل هذه الأطباق العربية شو تتوقع أكثر الأطباق العربية المحبوبة عند العالم اللي هو المفروض أن يتجنبوها في حال اتباعهم لحمية غذائية وأنت استطعت بطريقة مبتكرة أنك تحولها إلى طبق صحي فهو في أطباق كثيرة بداية من المقبلات المقبلات العربية عندنا بصراحة يعني متنوعة وكثيرة جدا صحيح منها طبعا أشهره طبعا الحمص من اليابان لحد أمريكا موجود في المطاعم هناك بيحبوها كثير فالابتكار فيه اللي إحنا حكينا فيه أنه تضيف عليه بعض النكهات الجديدة مش بس طعم الحمص العادي لا بتضيف عليه بعض الخضروات بتعطيها طعم مختلف كمان الأكلات العربية يعني إحنا كشاوي مثلا يعني إنتي حتى لو سيت بالبيت وحبة تشوي مثلا دجاجة كاملة أوكي مش مش شرط أن إنتي تشويها على الفحم أو مش شرط أن إنتي تشويها على الجريل كمان ممكن تعمل دخان أو كذا لا فيك أن إنتي بتتبليها تابلات بسيطة بالطواب العربية عندنا الغنية فعلا بالطعم وبتخليها سليمة داخل الفرن وفي نفس الوقت بطريقة معينة أوكي سواء لو عندك الشوايا اللي داخل البيت بحيث أن هي بتتخلصي من كل الدهون الخاصة فيها وبتكليها بطريقة صحية أكيد واستبدال طبعا الأرز مثلا بالرز البني أو بالكينوة بالضبط بالكينوة فده فعلا بيضيف عليه كتير أكيد نشوف أيضا بعض الأشخاص اللي يحاولون أن يحاولون الأطباق العربية إلى أطباق صحية ولكن ما يستسيغها خصوصا الأطفال يعني يحبون السمنة يحبون الدسم هذه الأطباق العربية فكيف أنه ممكن نحن نستبدل يعني دسامة أو النكهة الغنية اللي موجودة في الأطباق العربية بطريقة صحية بدون أن نمس بمذاق اللذيف حتى في الأسواق الحين في بعض المنتجات اللي مثلا بتلاقيها قريبة من طعم الزبدة قريبة من طعم الزيت أو قريبة من طعم السمنة أوكي ففينا نحن بنستبدلها فيها بحيث أن هي تديكي نفس الطعم وكمان بيكون قليلة في الكوليسترول وما بتفضيق الطعم عند الأطفال بيضلوا يحبوها أوكي وبتضل طعمها طيب يعني أكيد شكرا جزيلا شيف مصطفى ويسلم إديك على هذه الأطباق الشهية ومستمرين مع مشاهدين ولكن بعد الفاصل الكيك بوكسنج من تفريغ الغضب لإنقاس الوزن بريق الذهب والمجوهرات في جولة خاصة وحكاية صور الكيك بوكسنج أو الملاكمة من رياضات الدفاع عن النفس الشائعة ويفضلها الكثير من الناس ولهذه الرياضة فوائد عديدة لصحتنا منها تحقيق تناغم بين أعضاء الجسم بناء كتلة العضلات وتقويتها فقدان الوزن وغيرها من الفوائد التي نتعرف عليها في التقرير التالي موسيقى الصباح الخير معكم محمد من كالتفيتجم النهاردة هنخش على البوكسنج ترينينج تمام؟ فلو انت ما عملتش اي بوكسنج قبل كده او بتكون بتعمل البوكسنج قبل كده وبالك فترة ما بتلعبش فممكن تقدر تعمل البوكسنج في البيت تماريني البوكسنج في البيت وتقدر تعملها في الجم كمان طبعا انتو بتسألوا ليه انا رابط ايد والتانية لا تمام؟ طيب انا ليه باستخدم الهند راب او البنداش معنا صح ده طبعا بيحمي الريست بتاعي ان لازم في البوكسنج في البوكسنج بتاعتي لازم يكون الريست بتاعي نفس الخط بتاع دراعي كله تمام؟ فلازم اكون رابط ايدي وقلا هيحصل لي اصابه في الريست فده دايما للامان بتاعي تمام؟ فما تكونش ابدا تروح تعمل اي بوكسنج من غير ما تستخدم الهند راب بتاعك فانشوف دلوقتي ازاي بنقدر نحمي ادينا فيه طبعا كتير جدا اشكال ان انا ازاي اربوط الهند راب بس خلينا نروح للبيجينرز بزاي تقدر بسهولة بكل سهولة نبتدي دايما من على الريست من تحت لفتين لتلات لفات اوكي وبعدين بطلع على الجزء بتاع ايدي من فوق كف ايدي من فوق نفس الكلام اتنين لتلات لفات وبعدين ببتدي ارجع على الريست بتاعي بحيس ان انا اقدر اكون خليت الجزء بتاع ايدي من فوق هو هو نفس الجزء اللي في الريست من تحت بيكون على نفس الخط فانا بقدر ان انا كده بالشكل ده اقدر احمي ايدي من اي اصابات ان انا هقدر اعملها على البوكسنج تمام؟ مش لازم تعمل لفة بروفيشنال لان طبعا اللفة البروفيشنال بتكون اقدر ان انا ادخل الهند راب من خلال صعوب ايه والكلام ده طبعا زي ما قولنا باللافة دي بتكون للناس البيجينرز فلو انت بروفيشنال طبعا اللفة دي مش تنفع معي طيب بالنسبة البوكسنج ايه لو انا ببتدي اعمل بوكسنج لو انا عملت بوكسنج قبل كده او ما عملتش بوكسنج قبل كده الاف به بوكسنج بيكون الفوتورك بتاعك ازاي بتحرك على الارض ده اهم شيء موجود عندك في البوكسنج تمام؟ فلازم تتعلم ازاي يكون بتحرك على الارض لازم يكون جسمك يبقى خفيف فده ازاي اقدر انامي الاسكيلز بتاعتي باستخدام الحبل اوكي؟ ده يكون بيزك جدا معاك ازاي اقدر انط حبل طيب هنفترض ان انا باهرف انط حبل فطبعا لازم يكون الحبل مفروض معاك وانت بتخلي الحبل يعادي من تحت جسمك بيكون على دايما مش رجلك من فوق بالشكل ايه؟ لازم بدفس الاداء ده كده انا ببتدي اعمل بوكسنج متاعي وبتشغل مفيش مشكلة خالص ده بينامي معايا الاسكيلز طبعا على الفوتورك ان انا اقدر اشكل بعيشة طيب هنفترض ان انا ما بعرفش نط حبل خالص اكوتش المفروض ان انا اعمل ايه؟ بتجيب الحبل تمسكه بايد واحدة وبنفس الاداء بشتغل بالحبل مفروض وان انا دي كبجينر خالص ممكن ان انا انمي السكيلز بتاعت الحبل بتاعتي واهم حاجة تركز وانت بتعمل الحبل يكون بتاع صحب الحبل من تحت رجلك وتحاول تعلب جسمك لفوق شوية فده هساعدك جدا في السكيلز بتاع الحبل وانس ان الحبل بقى معايا سهل في الحالة دي الفوتورك بتاعي جميل ممكن اشتغل في الحبل بشكل راونز يعني ممكن اعمل تلاتين سانية ستوب رايح تلاتين سانية رايح لحد ده ما السكيلز بتاعتي في الحبل هتعلى وفي الحالة دي بتكون انت بتقدر تتحرك على العرض بشكل سهل اوكي؟ طيب تاني تمرين معانا ان انا ازاي انمي الجزء بتاع الخيال بتاعي في البوكسن وده بنسميه الشادو فايت الشادو فايت ده بينمي الخيال بتاعك ان انت بتتخيل ان انت في فايت ودايما بتروح اتاك وبترجع الديفنس فبينمي الخيال بتاعك ده بيعلي السكيلز بتاعتك جدا في الاسبارينج الحقيقي لو انت بتعمل اسبارينج او ان انت بتلعب مع حد شخص تاني فدايما توقعاتك وردود فعلك بتكون بتتنمى عن طريق الشادو بوكسنج الشادو بوكسنج تمرين بسيط جدا تقدر كمان تعمله في البيت للشكل ده ان انت ايدك دام بتحمي دايما الجزء بتاع الشن اللي هو الجزء بتاع الدقن من هنا علشان هو دا اهم جزء مسؤول عن البوكسنج تمام اوكي طيب من هنا ان انا بقدر اتحرك بالشكل ده شادو فايت بتخيل ان في واحد قدامي وانا ببتدي العب معاك بالشكل ده ان انا اقدر اتحرك بشكل سهل جدا اتخيل ان في واحد بيحط بانش انا بعمل ديفنس برجع تاني بالشكل ده تمام فالشادو فايت هيعلي معاك الخيال وتوقعاتك في السبارينج الحقيقي طيب انا مش عايز اعمل بوكسنج علشان خاطر ان انا عايز ابقى بروفريشنال فايتر انا عايز اعمل بوكسنج علشان البوكسنج بيساعد جدا ان هو ينزل الوزن وهو هاي انتنسي توركاوت ففي الحالة دي ممكن ادخل على تمرين تاني برضو تقدر تعمله حاجة اسمها سبيد بانش اذن السرعات السبانش السريع تمام ده بيعلي الهارت ريت بتاعك وبيخليك تحرق دهون في وقت قصير ممكن اشتغل عليها راونز زي ما قولنا برضو في الحبل ان انا اشتغل عشرين ثانية ورايح عشر ثواني او تلاتين ثانية ورايح عشر ثواني بالشكل ده ده هيساعدني ان انا الفتنس لابل بتاعك بيعلى وبتقدر تتنفس بشكل سريع ففي الحالة دي بتقدر تحرق دهون اكتر طب خلينا نشوف بنعمل ده ازاي طبعا لازم بيكون في ايدك جلابز لازم بتحط الجلابز في ايدك طبعا وفي حالة السبيد بانشوز انتا ممكن تعملها على الساند باج او لو مفيش متوفر معاك ساند باج ممكن تعمله مع شخص تاني معاك ويكون معاك مسلا بيساعدك فخلينا نستعين بصديق النهاردة كوتش بورتجون النهاردة يكون معانا ازاي نقدر نعمل السبيد بانشوز حر مام؟ هكذا Якو تح Lemon ث Learning thankyou very much هزاي هنشوف دلوتي ازاي بنقدر تعمل السبيد بنشوز سراعات مش اكتر مش عايزين اي باور مفيش اي طاقة بنطلع بس بانش سريع ونرجع تاني ونسكو سبيد او 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 سبيد ضي او قixon الم شكرا زي ما شفنا ان انا بقدر اعمل بالشكل السريع ده ففي الحالة دي لازم تركز على ازاي بتقدر تتنفس اثناء البنش و الا مايقدرش ان انا ماقدرش اعمل و انا كاتب نفسي ففي الحالة دي الاكسوجين هو بتاعك الاكسوجين هي الطاقة بتاعتك في خلال اي تمرين فيه ففي الحالة دي اللي مش هتقدر تتنفس لازم تتنفس بشكل سريع انهال بشكل اكسوجين املى صدرك جوه ويفضي بالراحة رايح عقلك ويتمرن بشكل تمام اتمنى اكون ان انا غطيت الجزء بتاع البوكسنج في ازاي اقدر احرق بيدهون او ازاي اقدر ان انا ابتدي من مرحلة بجنر لمرحلة ادفانسي حتى لو بتمرن لوحدي مغير مدرب وفي الحالة دي هكون انا مستعد ان انا ادخل على مستمرين معاكم ولكن بعد الفاصل سوق الذهب اصالة تربط الماضي بالحاضر مكان كبير لسوق الذهب في دبي فموقعه الاستراتيجي المميز قبالة ضفة الخور منحته اضافة بارزة على خارطة السياحة والتجارة الامر الذي ادى الى اطلاع الباعة على مختلف الاذواق في عالم الذهب والمجوهرات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ومع وهج الذهب واصالة اسواق دبي العريقة نصل لنهاية جولتنا الصباحية مبعدنا يتجدد معكم عزانا مشاهدين الاسبوع القادم ان شاء الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر